أبنائي طلبة الصف السادس الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذا الدرس المصور من دروس التعلم عن بعد لمادة اللغة العربية درسنا اليوم هو صناعة الشهرة الزائفة الجزء الثالث هل أنتم مستعدون كما كنتم دائما؟ هيا بنا دعونا أبنائي أولا نستذكر ما درسناه في الجزعين الأول والثاني من هذا الدرس كنا أبنائي قد استعرضنا النص سريعا وتوصلنا إلى معناه العام ثم تناولنا بعض فقرات النص فقرعناها ونقشنا ما فيها وتوصلنا إلى الأفكار الرئيسة لكل فقرة منها وفي درسنا لهذا اليوم سنستكمل قراءة ومناقشة فقرات أخرى من النص دعونا أولا نتعرف أهداف هذا الدرس أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يقرأ الفقرات المحددة قراءة جهرية صحيحة بطلاقة معبرا عن المعنى وملتزما مواضع الوقف والوصل يحدد معنى ومضاد بعض الكلمات تحليدا صحيحا يستنتج الأفكار الرئيسة للفقرات المحددة استنتاجا صحيحا هيا بنا يا أبطال ننطلق معا لتحقيق هذه الأهداف أبنائي سأقرأ على مسامعكم هذه الفقرة وما يليها قراءة جهرية وأرجو أن تحسنوا الإصغاء والمتابعة البصرية ويفضلوا أن تتابعوا قراءتي من خلال كتبكم المدرسية سأبدأ القراءة الآن هل أنتم مستعدون؟ حسنا ولكن المشكلة تتعاظم عندما يقع بعض المتابعين فريسة للإعجاب المفرط بهؤلاء الأشخاص ويتخذونهم قدوة لهم في حياتهم وسلوكهم فيشترون الأشياء التي اشتراها هذا الشخص ويلبسون كما لبس ويرتادون الأماكن التي ارتادها وما هذا إلا لبساطة تفكيرهم وضعف ثقتهم بأنفسهم وفشلهم في أن يجعلوا من حياتهم اليومية حياة مشوقة ومثيرة بالقراءة أو الرياضة أو الفنون أو خدمة المجتمع من حولهم فيلجأون إلى متابعة حياة آخرين لاعتقادهم أنهم متميزون ليغذوا حياتهم ببعض عناصر الإثارة والتشويق قد تتهاون في إلغاء إعجابك بصفحاتهم وحساباتهم وتقول أنا وحدي لن أصنع فارقة فهناك الآلاف ومئات الآلاف ولكن تذكر دائما أنهم لم يصبحوا نجوما إلا بإعجابك وإعجاب أشخاص آخرين مثلك اختر عدم المتابعة وتوقف عن إبداء إعجابك بكل ما ينشرون دون تمييز وتوقف عن مشاركة صورهم وأخبارهم أليس أصدقاؤك وأهلك ومجتمعك أولى بهذا الوقت صدقني إن الوقت أثمن من أن تهدره في متابعة هؤلاء الحمقى فهم لن يصبحوا مشاهيرا من دون إعجابك أبنائي لا بد أنكم تنبهتم إلى أهمية الالتزام بنطق الحروف من مخارجها الصحيحة والتعبير بنبرة مناسبة للمساهمة في توضيح المعنى والوقوف أيضا عند علامات الترقيم لتمثيل المعنى دعونا أبنائي نتوقف قليلا عند واحدة من علامات الترقيم وهي الفاصلة المنقوطة والفاصلة المنقوطة أبنائي علامة ترقيم تستخدم بين الجملتين تكون الجملة التي تأتي بعدها نتيجة أو تفسير للجملة التي قبلها فجملة فيشترون الأشياء التي اشتراها هذا الشخص الواقعة بعد الفاصلة المنقوطة هي نتيجة أو تفسير لجملة ويتخذونهم قدوة لهم في حياتهم وسلوكهم وهي جملة واقعة قبل الفاصلة المنقوطة أبنائي لابد أيضا أنكم تنبهتم وفق الإرشادات الموجودة في حاشية الصفحة الحادية والعشرين إلى أهمية الالتزام بالوقوف عند علامات الترقيم الملونة وإلى عدم وسط طراءة ما بين الأقواس بما قبله وما بعده حتى لا يتشتت المستمع ويفقد المعنى ومثال ذلك عدم المتابعة ونقرأها بهذا الشكل اختر عدم المتابعة وتوقف عن إبداء إعجابك بكل ما ينشرون دون تمييز أبنائي لابد أنكم أيضا تنبهتم إلى قراءة أفعال العمر الواردة في الفقرة بنبرة حازمة تهدف إلى الإقناع ومثال ذلك تذكر اختر توقف أبنائي في عبارة أليس أصدقائك وأهلك ومجتمعك أولى بهذا الوقت ما نوع الاستفهام هنا أحسنتم الاستفهام المنفي وسمي منفيا لاستخدام الفعل ليس بعد حرف الاستفهام الهمزة أبنائي أرجو أن تعيدوا بأنفسكم قراءة هذه الفقرة والفقرة التي سبقتها قراءة جاهرية صحيحة بطلاقة أمام أحد من أسرتكم بنفس الطريقة أبنائي لا شك أن هناك كلمات جديدة في هذه الفقرة والفقرة التي تليها نحتاج معرفتها لتساعدنا على فهم مضمونها ونبدأ بالكلمة الملونة باللون الأحمر فريسة ومعناها كما جاء في الحاشية ضحية ما معنى كلمة المفرط أحسنتم كما جاء في الحاشية الزائد عن الحد المطلوب ما معنى كلمة يرتادون أحسنتم كما جاء في الحاشية يقصدونها ويترددون عليها أبنائي ما مرادف كلمة تتعاظم في السطر الأول أحسنتم مرادفها تكبر وتتضخم حسنا أبنائي إذا كانت كلمتا تكبر وتتضخم هما مرادفان لكلمة تتعاظم فما مضادها أحسنتم مضادها تقل أو تنقص أما في هذه الفقرة أبنائي فدعونا نبدأ بتعبير لن أصنع فارقة والمقصود بذلك أحسنتم أي لن يكون لتأثير ما معنى التركيب دون تميز أحسنتم أي مهما كان ما مرادف الكلمة الملونة باللون الأحمر تهدره أحسنتم كما جاء في الحاشية تضيعه حسنا أبنائي إذا كانت كلمة تضيعه هي مرادف لكلمة تهدره فما مضادها أحسنتم مضاد تهدر تكسب تهدره تكسبه أبنائي أرجو أن توقفوا هذا العرض وتقوموا بالإجابة عن السؤال الثاني من أسئلة لغة النص الصفحة الثانية والعشرين ثم أعيدوا تشغيله لتتابعوا إجابتي أبنائي أرجو أن تقارنوا إجاباتكم بهذه الإجابات أبناء العزاء نقشنا في الفقرات السابقة أنواع الشهرة وتوصلنا إلى أن هناك بعضا من الرجال والنساء الذين يسعون إلى تحقيق الشهرة الزائفة باستغلال انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ولا تتحقق هذه الشهرة وهي في الحقيقة مشكلة كبيرة دون وجود متابعين ومعجبين وفي هذه الفقرة يبدأ الكاتب الحديث عن هؤلاء المتابعين والمعجبين وبما أننا ذكرنا أن الشهرة الزائفة مشكلة كبيرة فكيف يمكن لها أن تكبر وتتعاظم أكثر كما جاء في هذه الفقرة أحسنتم عندما يقع بعض المتابعين ضحية إعجابهم الذي يتجاوز الحد ويصبح هؤلاء المشهورون الزائفون قدوة لمتابعيهم فيقلدونهم في سلوكهم وملابسهم وفي كل ما يقومون به حسنا ما تفسير قيام المتابعين باتخاذ هؤلاء المشهورين قدوة؟ أحسنتم لأن تفكيرهم بسيط محدود ويعانون من ضعف في الثقة في أنفسهم وقدراتهم ولأنهم فشلوا في جعل حياتهم حياة مشوقة ومثيرة من خلال القيام بأمور نافعة مثل القراءة والرسم والرياضة وخدمة مجتمعاتهم وغير ذلك من الأمور النافعة ويتضمن ذلك أبنائي قيمة حف الشباب على إلغاء أي حسابات لديهم إذا كان أصحابها لا يقدمون فائدة له أو لمجتمعه حفاظا على الوقت الثمين وهي أيضا دعوة لإضافة حسابات جديدة تقدم له ولمجتمعه النفع والفائدة حسنا أبنائي ما الفكرة الرئيسة لهذه الفكرة أحسنتم الدعوة إلى إضغاء المتابعة والإعجاب بأصحاب الشهرة الزائفة وقضاء الوقت فيما يفيد حسنا أبنائي فهمنا المشكلة وتضخمها هل نتركها ونستسلم ونقول لقد حدث ما حدث وتابعناهم وأعجبنا بهم وانتهى الأمر أم أن هناك حل بالتأكيد هناك حل تابعوا معي مناقشة هذه الفكرة ما الحل الذي جاء به الكاتب في هذه الفكرة أحسنتم إلغاء المتابعة والتوقف عن الإعجاب بهؤلاء المشهورين الزائفين لكن مهلا هناك من يتهاون في القيام بذلك ويظن أنه لن يكون لإلغاء متابعته وإعجابه أي تأثير فهو واحد من بين آلاف المتابعين بما يمكن الرد عليه أبنائي أحسنتم هؤلاء لم يصبحوا مشهورين إلا من خلال إعجابك أيها الفرد وإعجاب أشخاص آخرين فابدأ بنفسك وتوقف عن المتابعة ومشاركة صورهم وأخبارهم حتى لا تروج لهم أبنائي ما القيمة التي تتضمنها خاتمة النص أحسنتم قيمة الوقت والمحافظة عليه حسنا أبنائي ما الفكرة الرئيسة التي تدور حولها هذه الفقرات القصيرة أحسنتم عدم التهاون في إلغاء المتابعة والإعجاب بأصحاب الشهرة الزائفة وضرورة القيام بذلك حفاظا على الوقت الثمين أبناء العزاء بعد كل هذه المناقشات والتوضيحات لا بد أنكم أصبحتم قادرين على الإجابة على بعض الأسئلة حول النص أرجو أن توقفوا هذا العرض وتقوم بفتح مصدر التعلم الخاص بكم للإجابة عن الأسئلة الآتية حسب الصفحات الواردة فيها القسمان با وجيم من السؤال الأول من أسئلة الفهم والتحليل الصفحة الثالثة والعشرين وأيضا القسم با من السؤال الثالث من أسئلة الفهم والتحليل الصفحة أيضا الثالثة والعشرين وأيضا السؤال الرابع من أسئلة الفهم والتحليل الصفحة الرابعة والعشرين وأيضا السؤال الخامس من أسئلة الفهم والتحليل الصفحة الرابعة والعشرين حل التدريب أبنائي قارنوا إجاباتكم بهذه الإجابات أبنائي قارنوا إجاباتكم بهذه الإجابات أبنائي قارنوا إجاباتكم بهذه الإجابات أبنائي هذا ما تعلمناه في هذا الدرس بارك الله فيكم وسنكمل إن شاء الله ترسنا في الجزء الرابع بإذن الله في رعاية الله أترككم